لو قاعدين عشرة سنوات عشرة سنوات يقولوا للطفل القضب حرام ما تكذب القضب بودي النار القضب شيل القضب عشرة سنة كلام ده كويس كلام كويس سيوري جميل لكن في يوم من الأيام بالغلط التلفون بتاع الأبو ضرب زول دار منه قروش وقاعد في الخرطوم رفع التلفون والطفل ده قاعد وشاف المنظر ده وعاشوا الأبو قال له آي أنا في بور سودان بجي بعد أسبوع سلام عليكم وقفل التلفون كلام العشرة سنوات الولد بنساوي لأنه ده بيأخذ بالطوالح عشرة سنوات كله حيرميه حيزكر أنه انت كذبت عشان كده ربنا قال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله بس نقطة في التربية نحن ما دارين تربية بالكلام دارين نمازج بيان بالعمل القرآن ده كله نمازج ويضرب الله الأمثال الأمثال ليه القرآن ده كله قصص عشان ربنا يحكي يورينا النموذة جاهدة ضرب الله مساء للذين آمنوا ضرب الله مساء للذين كفروا أنا دائر الأب والأم في البيت يضربوا مثال للأبناء وهم ساكتين عن المحبة عن الإخلاص عن الوفاء عن الصدق عن العفاف يشوفوهم البيت لو شافت العفاف في أمه وفي أبوه والصدق والمحبة والوئام بتمشي الجامعة تقرب بين ألف ولد ما بتحصل لها مشكلة زي بيت شعيب المشت نموسة براها وهو قاعد في ضل حيط أو ضل شجرة واتكلمت معاه لكن ربنا قال فجاءت وإحداهما تمشي على استحياء ده الحياة العلمة لها شعيب فأنا بقول لهم رزاز وكل المشاهدات والمشاهدين نحن نتوقف عن توجيه الأوامر لأولادنا أدوهم نمازج نحن محتاجين نعجز القيم فيهم بالنمازج الصالحة أنا دائر الولد يفهم أنه هو حر هو ما مقيد صحيح إحساس القيد من الديو للشاب ونطلعه من البيت مكبل يدين وكذا مكبل أمشي وما تعاين وما تقيف وما تتكلم وما تفكر وما تنتمي لحزب وما تعمل شنوه سيكسر هذا القيد الإنسان مصمم أنه يكسر القيود صحيح ما قصة آدم قدامي صحيح قصة آدم أنا قدامي صحيح مصمم أنه يكسر القيود لكن قول له أنت أزرع فيه قيم الحق والعادل ورّوا الحزب العادل ده شكله كيف وانت مرتاج للمعرفة صحيح ورّوا الجماعة الإسلامية الصادقة شكلها كيف ورّوا وسوقوا معاك وخليهم شي يشوف وعيشوا معاك الواقع ده الإسلام أشرح لك أنت خايف أن تمي لجماعة إسلامية متشددة أشرح له الإسلام الصحي بس ورّوا الإسلام خلي شوفوا فيه كتاة أول حاجة ويشوفوا في الناس اللي أنت يتودي ليهم وناس اللي بيخشوا في بيتك ورّوا هذا الإسلام لقيت حاجة عجبك أيوة فكرت فيه وقع لك في تفكيرك خلي يؤمن به بعد ذاك سيعاير بهذا المثال الآخرين ورّوا العلاقة الصادقة خليش إفهمه يشوفوا فيكو في زوجتك خليه يطرع على النمازج السالبة للعلاقات المحرمة الغرامية يشوفوا يكتسب هو القيمة من عنده لا من يمشي الجامعة ما محتاجك تقول له كم مسلح هو عنده القيمة لكن قضية الأمر أول تعمل أول تعمل أول تعمل ما أهلنا قالوا الممنوع مرغوب بالتأكيد